سيد الوزير كما في بداية المشرة طبعا أطلقتم في التاسع من شهر ديسمبر الماضي بقرية جريغر الحملة الوطنية ما الهدف من هذه الحملة وهل هناك حالات لإصابة الثروة الحيوانية بأمراض شكرا أخا أولا نحن موضوع الثروة الحيوانية الآن في شات هو الحمنا الأساسي نحن نحتم بالإنسان أولا وبثروتنا الثروة الحيوانية في شات هي مستقبل شات ومستقبل الجميع الثروة الكبيرة الآن نحتل نحن تشوبيا ونيجيريا تقريبا دول أول على مستوى إفريقيا وتقريبا الترتيب العاشر على مستوى العالم هذه الثروة الهائلة 94 مليون من الأبقار والأغنام وهذه الثروة بالإضافة إلى 34 مليون من الطيور والدواجن هذه الثروة الكبيرة لابد من اهتمام بها ورعايتها لذلك عن طريق الشركاء وبزل الحكومة الشادية وفي المقدمة أكيد توجهات السيد رئيس الجمهورية الجزيبية نحفظه الله إذن مع البنك الدولي نتابع الأمراض الحفاظ على هذه الثروة نعم قبل نحفظه على ثروتنا الحيوانية لذلك جاء موضوع تطعيم الأبقار ما يسمى بمرض التهاب الرئيس أو ما يسمى مرض فشفاش وده متواجد عندنا في بعض الأقاليم لذلك اخترنا 18 من الأقاليم لنذهب لتطعيم هذا المرض والحمد لله ما منتشر كبير لكن نريد أن نحاصره كاملا حتى لا يكون هناك أمراض تتوزع في هذه الأقاليم نعم سيد الوزير طبعا هذه الحملة هي تستهدف 18 أقليما نعم وهذه تطلب وضع استراتيجية للوصول إلى طبعا شاد بعض المناطق هناك يعني صعوبة في الوصول إليها لها طريق وعورة الطريق وكذا فهل مثلا هناك استراتيجات من أجل الوصول إلى الأماكن التي تواجد فيها الثروة الحيوانية ويصحب الوصول إليها نعم الحمد للهنا في شادنا بيانات عندنا حقائق أرقام موجودة المتعلقة بالثروة الحيوانية على مستوى الأراضي الشادية كلها هذا بفضل إحصاء العملناه مع الإفاو أحسن إحصاء فيه شفافية وكريديبليته وما حصل في شادنا ندرك على مستوى الأقاليم كله لذلك اخترنا 18 إقليم هذا من مايكو بي أست إلى بحر الغزاء العادي المناطق عندنا بعض الأشياء لا بد من مراعاتها جهزنا كل ما يلزم أولا كونا فريق مكون من 250 شخص مؤهل تأهيلا كاملا مدرب وكذلك عندنا 69 إكيب فريق لينتشر في هذه الأقاليم والحكام والمحافظين والإداريين ومنادبنا كلهم عملنا لهم توعية ومجهزين لنصل لنغطي هذه الأقاليم الثمنتاشر إن شاء الله هذا بالنسبة فقط للأبقار أما بالنسبة للأغنام فهو جميل الأراضي الشادية 23 إقليم كلها مفروض نصل إليها في معالجة وتطعيم من طاعون الأغنام أو ما يسمي عندنا بالجدر الغنم هذا على مستوى الأغنام كله نريد الحمد لله هذه الأمراض الإفريقية كلها بدأت تنحصر ونحن أيضا بجهود الهكومة الشادية وذالة الثروة الحيوانية وكذلك البنك الدولة عن طريق مشروع نحاول إن شاء الله أن نحصر لن يكون هناك مرض في المستقبل متعلق بالأغنام وكذلك متعلق بالأبقار بل ناسب إلى الألبل وإلى الخيول وإلى كل الثروة الحيوانية حتى تكون ثروة نظيفة طبيعية الحمد لله حتى نقدمها للآخرين نحن وحدنا لا نستهلك هذه الثروة الكبيرة جدا طبعا سيد الوزير الوقاية دائما خير من العلاج وطبعا ما عارف طبعا أنتم عند إطلاقكم بهذه العملية حددتم هناك أسعار رمزية تدفع مثلا للأبقار 20 ريال والأغنام 10 ريال ألم تحرك هذه الرسوم الرمزية حفيظة بعض الرعاة من أجل إعفاء كامل لهذه الرمزية المالية التي تدفع أول انتهز هذه الفرصة هذه الشاشة الجميلة نقدم الرسالة واضحة لكل المحافظين والحكام تعالى الأقاليم لا بد يراقبوا الدليجات الدليجات المتعلق بالذات بالثروة الحيوانية شيف سكتر شيف دي بوست نحن نريد نتائج كما أنت قلت نحن نتابع بدقة ومراقبة هؤلاء الناس حتى هذه الأدوية والنتيجة النهائية نصل لما هو مخطط له سلفا نحن نشعر الناس بأن الشيء هذا مجان هذا الشيء مكلف أموار رهيبة ولكن فقط 10 ريال أو 20 ريال للبقرة أو 20 ريال للغنم أو 20 ريال للبقرة نريد نفهم صاحب البقرة أنت أيضا ساهم بهذا الشيء المعنوي حتى يهتم بالأمر هذا تحفيظ نريد أن الناس يشاركوا ما يجعل شغل اللي يجعلون الناس يجعلون شغل غراتوي وما مهم لا 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 هو أول شغل اللي يجعلون إبلغاتور واجب أي زول لابدة يمشي التطعيم فقط هذا من أجل بعض الأوراق الإدارية ومن أجل تحفيزهم واهتمامهم أنفسهم أولا شغل لما يشكل ساك ولذلك يكونوا يدفون هذا الشيء الرمزي ما عنده أي قيمة مع هذه الملايين المملية حاليا بدنا بأربع مليون لقاح وفي الفترة القادمة ستة أشرة مليون وهكذا إلى النقطة أثروا الحيانين في جات كلها إن شاء الله لن يكون هناك مرض إذا نتابع بهذه الطريقة بفضل الشركاء وفضل جهود الحكومة التجادية التي تعنيها ثروة الحيوانية الآن صارت أولوية سيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكلنا جميعا نسر الليالي من أجل هذا طبعا من منطلق كون أن ثروة الحيوانية هي مصدر أساسي لدعم الاقتصاد الوطني سيد الوزير طبعا هذه الحملة هي حملة كبيرة هل حددتم جدول زمني لهذه الحملة؟ طبعا عندها الحملة ممتدة إلى شاريتنا لكن حاليا هذه فقط تبدأ من منتصف هذا الشهر إلى 21 يوم نغطي هذه الأقاليم الحمد لله الوزارة عندنا من الإقليم لهذه شيف دي بوست مسلسل إداري منظم والحمد لله حتى الرعاة والناس بدأ بهم أهمية التطعيم والصحة والناس ذات أمس ميشين أنت شفت من نفسك في منطقة القريغر ما شاء الله البقر نظيفات شجعنا شعرنا بفرح والناس البقر في قرية صغيرة قريبة ألف وكم ألفين من الأبقار حولنا والناس كلهم مندفعين من أجل التطعيم ألفوا أهمية التطعيم فالناس متأكد أنهم يشاركون مشاركة فعالة من أجل نجاح هذا التطعيم إن شاء الله في هذه الأقاليم بالنسبة للأبقار 18 وبالنسبة للغنم كلها لا نريض مرضا أبدا لا في الأبقار ولا في الأغنام ولا في الثروة الحمد للبقرة إن شاء الله نعم سيد الوزير كلمة أخيرة فينا الرسالة التي نريد أن نوجهها يا جماعة الشاديين جميعا موضوع الثروة الحيوانية لابد أن نمسكوا بأيدينا نعلم الحمد لله وعند الله قال لكم في الشهر وعد نعلن رسميا هذا العدد الكبير هو 94 مليون وهذا تقريبا قبل سنتين ثلاثة الآن بفضل نعمل تحديث لهذا الإحصاء ربما الأدد يكون 100 مليون ونحن نكون إن شاء الله في مقدمة إفريقيا من هذه الثروة الحيوانية عن طريق السوق هذا يجب أن نتابع صحة الأحيوان وغدا إن شاء الله نصدر اللحوم إذا لم يكن اللحم جيدا نصدر اللحوم السروة الحيوانية هي مهمة لنا من البترول ومهمة لنا من أي شيء حتى نشارك الشعب التشادي الآن 40% من الناس في الرعي في الريف مؤتمدين على السروة الحيوانية 80% تقريبا من الأساس الاقتصادي كل الناس يعتمدون نريد هذا الرقم يفهمه الجميع اقتصاد آخر لديه شغل فائدة الأساس ده هو الثروة الحيوانية والدولة الآن خلاص انتهينا غدا سوف تكونك مسالغ في الأقاليم تكون مؤسسات لرعاية الثروة الحيوانية وغدا تكون بإذن الله تصدير إلى الدول العربية وحتى الأرجال بعض الناس يطلبون إلى لأن لحم مطلوب طبيعي ناتيرال لا يوجد أي شيء بغر بسرحان فقط نحتاج لرعاية صحية حتى نقدم تشارك تظهر بثوب جديد لعالم بهذا الآن موضوع الغزاء موضوع الغزاء موضوع الغزاء المياه والغزاء والفتحاد متوفرات الحمدلله المياه والفتحاد خمسمية سنة المياه والفتحاد تهيد وفوك والبغر والثارة الحمانية بلد مشاه الله جميل الله تعال خير اتمنى البلد في الدنيا شكرا سيد الوزير نتمنى لك التوفيق